طيب ركزوا بقى معي حضراتكم في السؤال اللي جاي ده وتحديدا اللي منكم طالب أو طالبة سؤال يهم كل الطلبة والطالبات منا محمد بتقول انا طالبة في الجامعة وبنسى دايما كل حاجة بزاكرها فكنت عايزة اعرف هل فيه فيتامينز معينة المفروض اخدها عشان اقوي الزاكرة وعلى فكرة ده قاسم مشترك عند كتير جدا من الطالبة والطالبات طبعا بتلايك وقت المذاكرة التركيز بيبقى صعب والضغط العصبي وما بناموش كويس ناموا كويس يا جماعة يعني الدنيا مش هتجري هنذاكر وهننجح ان شاء الله بس ناموا كويس مهم ان احنا نشرب ماي كويس ده مهم جدا عشان ما نعرضش الجسم للجفاف واعتقد ان القلبة مولتي فيت هيبداعم لهم جدا لان فيه فيتامينات بيسموها فيتامينات المزاج من اهمهم اللي هو بتحسين المزاج من اهمهم طبعا فيتامين بي 12 الداعم جدا لقراطة دم الحمرة والفوليك اسد كمان مهم جدا لان قريدي فيتامين بي كومبليكس داعم جدا لأصاب الدماغ وكمان فيتامين اي مهم كمضادة اكسادة عشان احنا جسمنا كله بتاكسد والخلايا بتتاكسد بنمنع الاكسادة بفايتامين اي قلب مولتي فيت داعم جدا لفايتامين اي وفيتامين بي كومبليكس اي طالب او طالبة يستخدموا قلب مولتي فيت كابسولة واحدة بعد الفطار هنلاقي التركيز اللطيف طبعا احنا شايفين دلوقتي على الشاشة يا كريم ده تركيزات قلب مولتي فيت ودي كل الفايتامينز اللي موجودة داخل قلب مولتي فيت من الزنك الزنك مهم جدا وصاده زي ما انا قلت اكيد الناس بقى حافظة وصاده لحاس لازم زنك معنا حاس عندي فيتامين سي عندي فيتامين هي اللي هو اي عندي فيتامين بي كومبليكس عندي البيوتين الفوليك أسد والكالسيوم طيب نورين نجيب بتقول هل قلب مولتي فيت قامن في فترة الحمل والرضاعة قلب مولتي فيت قامن جدا اكيد الست الحامل او السيدة الحامل لازم بتمشي مع الدكتور لان بيديها يود وبيديها فوليك أسد بيديها فيتامينات كتير جدا بيديها الأوميجا لو هي محتاجة لكن قلب مولتي فيت دعم لها جدا اولا فيه فوليك أسد بنسبة 0.4 ميكرو جرام فده نسبة حلوة قوي دخله الكالسيوم كالسيوم 70 ميلي جرام تقدر تسأل الدكتور لو محتاجة تركيز أعلى في الكالسيوم بعد الشهر الخامس لكن البي مولتي فيت ملوش أي أصار جانبية للسيدات الحامل ولا حتى اللي بتردع